أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة الطيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأضافت وزارة الزراعة أنها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء هذا بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيس للغذاء